عندنا خوارق العادات ما معنى خوارق العادات يعني أشياء تأتي على خلاف معتاد الناس يعني مثاله هذا يطير في الهواء بيديه هذه خوارق العادات أولا نعم خوارق العادات أربعة الأول آية وهذا الأفضل أن تقول آية ولا تقول معجزة لأن هذا اللغض هو الذي ورد في القرآن آية لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكل الدجال مثلا نعم آية هذه فقط تقول للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد انتهت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يأتي أحد ويقول اليوم عندي آية لو قال عندي آية أقول أنت كافر كفر أكبر يعني هذا بعض الناس إذا كان يتخيل أنه ينزل عليه الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة صحيح نعم بعض الناس عندنا اليوم يتخيل أنه جبريل ينزل عليه بالوحي نعم رجل كان يصلي في الليل وليس معه أحد وهو يصلي رأى نور يأتي من جهة القبلة نور قوي ثم ما زال النور يزيد ويزيد حتى رأى شيئا على عرش العرش غير الكرسي نعم ثم هذا الذي على العرش قال لهذا الرجل أي عبدي فلان إنني أنا ربك ونادى باسمه ماذا صنع هذا بسق في وجهه قال اخسى عدو الله لأن عقيدة المؤمن عقيدة السلفي الذي تعلم العقيدة يعلم أن نفسا لن ترى الله حتى تموت إلا هذا شيطان يا مسلمة عقيدة الله حتى تموت إلا أن تشيط وأن كلها تفعله بها آخر رجل آخر رجل آخر لماذا صنع في المسجد في المسجد يتراقص ويقول الله 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 هكذا انديه 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 يالا بطاة مركزة الوزوزة الوزوزة لا تزوز انت فيوجد أحد الطلاب هدان الله إياه في الطابق الثاني يرى يرى هذا يتحزز نعم كالا يكون هنا ولا أندي نوجد رجاء من ملكة والسي وزوز فيقول له هذا الطالب من فوق كالا يالا تناريد ولو فلان كالا يالا اقرأ كرالا يقول ما أنا بقارئ هذا كفر أكبر والله وبعد هذا قالوا لا داعي نتعلم العقيدة فهذا الطالب من فوق يقول لهذا يقول يا كذب لماذا لا نتعلم عقيدة تظن ان الشيطان يتركك لا والله لا يتركك الثاني الأول الآية وقلنا ختمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الكرامة تكون لأولياء الرحمن من كان مؤمنا تقي كان لله وليا إيمان التقوى يحفظ القرآن يحفظ الكتب الستة الثالث معجزة وفتنة نسل عافية السلامة يعني يعجز عنها بعض الناس وتكون له نسل عافية السلامة ولغير فتنة واستدراج كما يحدث للدجال والسحرة أولياء الشيطان الرابع فضيحة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر فيها ماء قليل قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يبارك لنا في هذا البئر فدع عليه الصلاة والسلام وبصق وإذا بالماء يزيد آية من آيات النبوة أدعو الله يا الله الله أدعو الله تحدث الله لما كان و нужرت بئر فيها ماء قليل اسنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتمتم وبسق في البئر وإذا البئر يجف فضيحنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بسق في عين علي فبرئك أن لم يكن به وجع رضي الله عنه علي عين أنت كان أموت يا الله ملأتني تخبت عين ودعوهم تفوص دانا جاءوا لرجل إلى مسيلم فيه برض في عينيه وقال اسنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه لك علي أنت صار تعم ودى مسيلم بسق في عينيه ذهب بصر أصبح أمو نعم نعم أصبح أمو